اشتركوا في القناة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة والفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام والسيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الألكترونية والشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية والشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك حيث قدم الجميع إلى جلالة الملك المفدى خالص التهاني والتبركات بمناسبة شهر رمضان المبارك سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الطيبة على جلالته بدوام الصحة والسعادة وعلى مملكة البحرين وشعبها الكريم بالعزة والخير والتقدم وقد بدل جلالته أيده الله الجميع التهاني بهذه المناسبة سائلا الله عز وجل أن يعيدها على أهل البحرين جميعا بالخير والأمن والأمان شاكرا ما أبدوه من مشاعر طيبة وأعرب جلالته عن شكره لمعالي وزير الداخلية وكافة منتسبي الوزارة مشيدا حفظه الله ورعاه بالجهود الكبيرة التي تبذلها شرطة البحرين في المحافظة على أمن واستقرار الوطن وحماية منجزاته ومكتسفاته الحضارية بالإضافة إلى ما تقدمه قطاعات وزارة الداخلية من خدمات للمواطنين والمقيمين بجودة عالية وتقنيات حديثة والمساهمة في مكافحة فيروس كورونا فضلا عن تسهيل إنجاز الخدمات الإلكترونية وتقديم تطبيق مجتمع واعي والذي يساعد في تتبع المخالطين ضمن جهود مكافحة كورونا كما ثمن جلالته الدورة الوطنية المتميز لأجهزة وزارة الداخلية في تعزيز الانتماء الوطني وعملها بشكل تكاملي في الخطوط الأمامية ضمن فريق البحرين في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا كوفيد 19 سواء عبر إنفاذ القانون أو التوعية المطلوبة في إطار منظومة متكاملة من الأداء المميز مضيفا أيده الله أنه بتعاون كافة الجهات المعنية ومن خلال وعي المواطنين والمقيمين وبتطبيق جميع الخطوات الاستباقية فإن البحرين ستكون قادرة بعون الله تعالى وتوفيقه على تجاوز هذه المرحلة الاستثنائية واحتواء هذه الجائحة العالمية داعينا الله تعالى أن يوفق الجميع في حماية المجتمع والمحافظة على سلامته وأن يدفع هذا الوباء عن المملكة وعن جميع دول العالم لتنعم البشرية بالخير والأمن والسلام